أهلا بحضراتكم من جديد وباقي فكرات الأهلي خطة حمر وسؤال القضية ليه؟ أو نهائي أفريقيا ليه؟ أو إش معنى البطولة التسعة اللي بتحتفل بيها الآن؟ أسباب كتيرة جدا أولها غياب البطولة سبع سنوات وصول للنهائي مرتين متاليتين وبتخسر في النهائي وده ما كناش معتدين عليه أبدا في النادي الأهلي بطولة أو قرة أنت ملكها وفارسها الأول وبتخسر اثنين نهائي متتالي فبيجي النهائي التالت فلازم يكون نهائي مختلف فلما يكون النهائي التالت جاي مع نادي الزمالك اللي طبعا له كل تأدير واحترام وهو المنافس ليك محليا أو أقرب المنافسين ليك محليا بتبعا لعدد البطولات فبالتالي الإحساس بيكون مختلف لكن مش ده بس كان المهم المهم أنها جات في توقيت هوية النادي الأهلي والصورة الزهنية اللي كان البعض حاول يزرعها في عقول جماهير كرة القدم المصرية حقيقة الطموح الحقيقي ولعبين كبار قدوا معاك سنوات طويلة في النادي الأهلي جماهير النادي الأهلي احترمتهم طول فترة تواجدهم في النادي الأهلي وكانت دايما بتضاعم الأعناق وكان وقت الفشل بتكون سند ودعم ليهم خدوا قرار أن هم يتركوا النادي الأهلي بس النادي الأهلي قبل ما كانوا هم يعلونوا القرار كان النادي الأهلي بيمنح البعض 48 ساعة وقبل ما تنتهي 48 ساعة النادي الأهلي بيعلن أن هو خلاص أوقف المفاوضات مع هذا اللاعب حتى لو كان تاريخه في كرة القدم المصرية كبير لأن النادي الأهلي أكبر من أي لعب وآخر كان المهلة مجرد ساعة ولكن الآخر كان أحد أبناء النادي الأهلي أو أحد أبناء قطاع الناشئين أو كان أحد أبناء النادي الأهلي النادي الأهلي قدم له كل ما هو يقدر يساعده للعودة تاني لكرة القدم بعد غياب عن التقلق والنجمية ثم قرر أنه يختار طموح آخر غير النادي الأهلي فأتى لعب من نادي آخر عشان يساعد في تحقيق النادي الأهلي البطولة عشان كده لما بنقول القضية ليه بنقول عشان أهمية كبيرة جدا غياب سنوات وكمان صورة زهنية فارس عن النادي الأهلي البعض كان بيحاول يزرع صورة مكانها وإحنا عارفين دايما النادي الأهلي رقم واحد الطموح الحقيقي في أي مجال رياضي هي ملحمة يا أسامة هي لحظة فارقة في تاريخ النادي الأهلي أيوة زي ما بقولك وما تعتقدش أن الأمر فيه مبلغة هاخد من كلام أسامة زي ما قال لكم خسرنا بطلتين دوري أبطال أفريقيا بس كمان يمكن القدر ما كانش رحيم بيك وإن بتقف النهاية عند كده لا أنت في إبريل 2019 قدام سانداونز بتخسر بخماسية شيء قاسي جدا شيء قاسي جدا الخسارة بخماسية هي شيء قاسي جدا ولكن النادي الأهلي كان لازم يتدارك الموقف في مباراة العودة ظهرت صورة شهيرة لكابتن محمود الخطيب أتمنى لو نقدر نعرضها وهو جواه حزن شديد أن النادي الأهلي بيودع البطولة أمام سانداونز كان حلمه مختلف وكان طموحه مختلف واللي عمله في صفقات وتدعمات قبلها كان لهدف مختلف بس في اللحظة دي هو ما كانش بس زعلان وده الأهم وده النجاح أنه هو كان بيفكر في بكرة كان بيفكر في اللي جاي وفعلا اللي جاي كان مختلف البطولة اللي بعدها الأهلي كان غير الناس هي دي اللحظة هي دي اللحظة اللي فيها الرمز محمود الخطيب كان بيفكر في مستقبل النادي الأهلي وهو شايف أن الأهلي بيخرج من البطولة ولكن البطولة اللي بعدها كان كل شيء مختلف كل شيء حرفيا العقلية مختلفة الروح مختلفة الحماس مختلف الهدف مختلف اوه هتفتكر ان القضية ممكن دي هي المشهد دي النهاية انما قبلها كان فيه كتير كان فيه مباراة الهلال في ام درمان الفاصلة اللي كان لازم النادي الاهلي حق فيها تعادل ايجابي وفعلا حصل وقفشة رجع بالتعادل وكان كتيبة النادي الاهلي بتعمل ملحمة اوه هتفتكر ان دي مباراة سهلة عتولت النادي الاهلي في 2007 والجيل التاريخي خسر بسلسية في المدرمان لا قدرنا كملنا الوداد اللي كان بيكسبك في 2017 جيت سقرت منه زهابا ايابا من نتيجة 5 واحد في المباراتين وفي المباراة الاخيرة قدام الزمالك اللي كان عمره عمره ما فاز عليك في دورة ابطال افريقيا رصخت ده واكدت ده وعملت ده حطيت قعدة ان النادي الاهلي هو فعلا هو فعلا يقضي على كل الاوهام النادي الاهلي هو بيحقق البطولة كانت بطولة غالية كان حيتقال لو هي اتحققت لاخرين ان اول بطولة في وجود الفار في دورة ابطال افريقيا بتجمع بلاليو الزمالك لا كانت من نصيب الاهلي حاجات كتير جدا كانت فاصلة يمكن يمكن البطولة اللي بعدها كان صعبة تتحقق لو ما حقناش القضية صدقوني القضية ممكن مش مجرد هدف والمباراة كلها مش مجرد مباراة ده تاريخ تكتب لسنوات جاية كل سنة وانتو طيبين وعلى فكرة يوسامي عايز اقول حاجة هذه البطولات خسارتها لا يمكن التعافي منه جمهور ريفر بليد بيجهز للاحتفال الثالث بذكرى الفوز على بوكا جونيور فده مش هيكون الاحتفال لا الاول ولا الاخير هو طبعا اي بطولة افريقية تستحق الاحتفال ولكن احنا قلنا ليه دي لها شكل مختلف واعتقد رددنا الاسباب ويمكن كمان كان فيه سبب البعض جاف فترة صعبة جدا حاول يهز استقرار النادي الاهلي فترة رحيل المدير الفني قبل مباراة نصف النهائي بحوالي اسبوعين او ثلاث اسابيع بالكتير الجميع اختلف على فكرة ازاي مدير فني يرحل عن النادي الاهلي في هذا التوقيت وازاي النادي الاهلي ما يكونش عامل حسابه المفترض النادي الاهلي يكون هو وهو وانتقادات كتيرة جدا فكان الرحيل النهاردة تاني يوم كان فيه مدير فني اتعرض لحملة في الاعلام بشكل غير مسبوك لمدير فني اول يوم ليه وبدأت حالات من العنصرية تظهر من نجوم كبار في كرة القدم المصرية والتقليل من شأن الاختيار فكان الاختيار ايضا تحدي وقدر ان هو يحقق التحدي ده وزي ما قال الشوالي دخلت زيك زي الجهري خدت البطولة مع افريقين كان ايضا بيتسو مسماني محقق البطولة مع سانداونز وكان ايضا على حساب نادي الزمالك وكان لغة او مفتاح او شفرة البطولات عند بيتسو مسماني في افريقيا كانت دايما عبر بوابة نادي الزمالك فقدر يحق انجاز والاهم الانجاز البطولة العشرة اللي مش ممكن نقلل منه لان ده البطولة اللي اكدت ان الامر عمره ما كان ضربة حظ او لحظة تجلي وعدت لا ده الامر اكد ان هي دي الصورة الزهنية الحقيقية للنادي الاهلي وابناء النادي الاهلي النادي الاهلي هو الطموح الحقيقي لكرة القدم المصرية فكل سنة وانتوا بتحتفلوا بانجازات النادي الاهلي اللي لا يمكن هنتوقف عندها ابدا وان شاء الله من دلوقتي كلنا او يمكن حتى من بعد انهاء العشرة بنتكلم على البطولة الحداشر عايز تعرف قمت النادي الاهلي شوف عصام الشوالي نعلق على مباريات كتيرة في افريقيا تخيل يظل ترند بلغة السوشيال ميديا وبلغة العصر حاليا يصمد لمدة سنة يستخدم عصام الشوالي ويحاول يعيد سياقته في مباريات كبيرة جدا تخيل هو هو المعلق يعمل اعلان تجاري نتيجة تعليقه ده ليه بقولك ده؟ لان ده القيمة التسوقية والقيمة الجماهرية والقيمة الشعبية للنادي الاهلي ده قيمة الانتصار الدربيات في العالم هي هزائم لا يمكن التعافي منها ما بالك لو هي بهذا الحد صوت عصام الشوالي في اذني وانا بتكلم وكأنه طرب يا حبيبي طرب شي رائعا بالتأكيد بالتأكيد مباراة ستظل في الزاكرة وعشان كده احنا حابين بما انا بنتكلم عن عصام الشوالي حابين تشاركونا على هاشتاج الاهلي خط احمر كلنا بقى وانت بتتفرج على المباراة ايه اكتر كلمة علاقت معاك او اكتر جملة علاقت معاك من التعليق اللي انت سمعته طبعا كان على الفضائية الارضية او على الفضائية المصرية كان الكابتن متحد شلبي وكان عصام الشوالي فشوف انت بقى الجملة اللي علاقت معاك في مباراة القضية على هاشتاج الاهلي خط احمر باذن الله هنستعرض تعليقات حضراتكم او تويتات حضراتكم انت ايه اسم اكتر جملة علاقت معاك هذه الدربيات لما اخسرها بالخمسة لا اخرج من بيتي اسبوع او لا اخرج من بيتي سنة هو كان مجامل ولكن انا اكتر جملة وقفت عندها هي وكتبت لهم التسعة بقميص مغطى بالالقاب ليه لان ده بيدل ان انت لديك تاريخ هو اللي سندك ان في دربي زي ده تحسمه قبل الدربي ده كان نادي الزمالك لم يفوز في اي مباراة في دور الابطال على النادي الاهلي وده بيسبب وبيرسخ انت ليه دايما حظوظك النفسية والشخصية بتكون اعلى ده ارس القضية ممكن هي نتاج اجيال اجيال كتبت في افريقيا تاريخ من اول كابتن محمود الخطيب وجيله وجيل منو الجزيد دهبي وكل اللاعبين والرائعين فيه مرورا باللي حصل واللي شفناه في هذا الجيل الرائع وهذا الجيل اللي زي ما انتو قلت يا اسامة حقق كمان بعدها بطولة ما كانش ممكن تتحقق الا لو لو حققنا التسعى في رأيه بالتأكيد يا فارس وعشان كده بنعيد تاني لقطات من الفوز والتتويج وبطولة التسعى وكان عندنا مشهد مهم جدا او لقطة مهمة جدا وهي لقطة سجود الكابتن محمود الخطيب اللي كانت حديث وسائل الاعلام وقتها فكرة الضغوط الكبيرة اللي تعرض لها النادي الاهلي خلال الفترة دي من تشكيك واشياء اخرى غير التشكيك فكان الرد بهدف محمد مجدي افشا في وقت قاتل عشان ربنا يمنح النادي الاهلي بطولة ليستحقها وكمان عشان نشوف سجدة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ممكن نرجعها مع بعض طبعا دي اللقطة يا فارس بعد نهاية المباراة وكان الضغوط كانت كبيرة جدا على النادي الاهلي ادارة النادي الاهلي بالكامل والجميع كان قادل المسئولية ولكن الكابتن محمود الخطيب بشكل شخصي كان بيتعرض لضغوط اكبر وتعرض لبعض التجاوزات فكان يعني انتصار انتصار من ربنا سبحانه وتعالى فكرة الخير دايما ينتصر هي فعلا كورة ولكن انا دايما كنت بقول او هرد على سؤال بنتي ازاي لما تقول ان الدنيا ماشية كده وفريق بيتهزم وليه احنا بناخد كل الاسباب ونيجي في النهاية لا نتوج الحمد لله كان الرد استنى للاخر وفي دايما المنتصر اللي بيتحك في النهاية عارف انا بحس دايما ان كابتن محمود الخطيب في اللحظة دي كان دي سجدة ثقة سجدة شكر لله على ان هو ظنوا بالله دايما 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 كابتن محمود الخطيب ان هو حينصره ودايما انه حيكون معاه وتاريخ كابتن محمود الخطيب كل اللي يعرفه حيعرف ان في لحظات كتير جدا كان دايما ربنا بيتدخل عشان ينصره وفي رأيي ان اللحظة دي كان شكر لله على حاجات كتير جدا مش مجرد بس الهدف او الفوز ودايما دايما بنشكر ربنا ان النادي الاهلي معني برعايته والحمد لله ربنا دايما يا قسامة بيكرمنا لان ربنا علمنا ان احنا لما بناخد بالاسباب دايما بننتصر عشان كده لازم نروح بقى لجمهور النادي الاهلي اللي كان بيحس وقتها بمشاعر مختلفة مهما حكيت ومهما رويت ومهما تكلمت مستحيل تحس بيها غير لما تشوفها نطلع ونشوف الفيديو اول وقت في الطابور علشان تزاكر مش مهمة منها كان هو رسماني في الحياة مش زايل فرحة تكون وانا مش معاك مش زايل فرحة تكون وانا مش معاك موسيقى 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 الجاية الساعة 9. فقلت عادي اللي كان كورونا وكده تمام شوية ولقيت خبر تاني بقول لك تم تعيين مصطفى غربان لمباراة قلت لأ لأ كده في موضوع بقى لأ أنا ففوقت بقى وسأل بيت أن الناس قاعدين شغالين قبلها بأسبوع على فكرة ذكرات قاضية جماهير النادي الأهلي جماهير دايما عندها إبداع من أصغر مشجع فيها لأكبر مشجع موجود للنادي الأهلي ومع فرحة النادي الأهلي أنت بتنسى كل شيء بتنسى أنت مين؟ بتنسى وقرك إيه؟ منصبك إيه؟ أنت في اللحظة دي مشجع فقط لغير للنادي الأهلي كلنا عاشنا ذكريات مع هدف أفشا لا يمكن أبدا تتنسي لا يمكن أبدا تتنسي وعشان كان أفشا عريس الفرح تعالوا مفكركم باحتفال خاص من جماهير النادي الأهلي بمحمد مجدي أفشا جماهير النادي الأهلي جماهير النادي الأهلي اللي هتلاقيها دايما متمثلة في كل نسيج المجتمع هي دي جماهير النادي الأهلي وفرحة جماهير النادي الأهلي مشهد رائع بيتوج مجهود الفرقة اللي قدرت توصل السعادة للجماهير شيء عظيم جدا من جماهير النادي الأهلي ولكن احنا عندنا لقطة مهمة جدا محمد مجدي أفشا استعرض عبر الانستة بتاعه الشوز اللي سجل به هدف المباراة بالتأكيد يعني حزاء تاريخي هيظل محتفظ به محمد مجدي أفشا وأعتقد انه لو فكر في وقت ملوقات يحطه في متحف أو يعرضه للبيع هيكون بأعلى سعر ويكون الأمر مرتغالي جدا فبالتالي محمد مجدي أفشا النهاردة كان لازم يحتفظ بالحزاء اللي سجل به القضية بس كتب تويته حلوة يا فارس انه هو لسه عنده المزيد وده دايما اللي أنا بحبه في أفشا انه تموحه لا يتوقف بيحتفل ولكن بالتأكيد هو منتظر أوقات وبطولات كتير يحتفل أفشا يعمل دولاب للجزا من شلا فيه كل نهاء كده ان شاء الله يسجل ويا رب كتر أفرحنا بس نرجع لجمهور النادي الأهلي لأنه هو الشريك الحصري عارف فكرة الشريك الحصري هو الشريك الحصري في النجاح ده بالنسبة لنا جمهور النادي الأهلي الشريك الحصري للنجاح هو اللي كان ليه لقطة البعض انتقضها يمكن قليل انتقضها دي تويته أفشا دي تويته أفشا يا فارس جول سنة كاملة فاتت على واحد من أغلى الأهداف في حياتي للمرة الأولى وممكن الأخيرة اللي احتفل بيها بذكرى الهدف الجميل اللي حسب لقب غالي جدا للنادي الأكبر في أفريقيا الأخيرة ليه بقى بيقول الأخيرة لأنه مقترع انها جزء من التاريخ وأن القادم إن شاء الله لازم يكون أفضل وأكثر وأن العيب الكورة بينتهي مستقبله طبعا المعنى يا فارس انه عند لو توقف عند هذا الهدف وتوقف عند هذه الفرحة بالتأكيد أصبح لعب بلا طموح وده من وجهة نظر محمد مجدي أفشا هو انتهاء لمستقبل اللعب أو اللعب وقف عند الحدد بالتأكيد ده الشعور أو ده العقلية اللي دايما بيتكلم بها أفشا اللي دايما بنشيد بها أفشا اللي جاء قال أقول لهم جيل بطريكة وبركات وقال الجمعة راجع في مورات النهائي وقعد في أوفى وقدرنا نحقق أفشا اللي احتفل بالبطولة الرابعة ليه مع النادي الأهلي وقال أنا كنت تفاكرهم لا كانت البطولة الخامسة اللي احتفل بيها وقال الجملة دي أنا كنت تفاكرهم كتير قبل ما نضم للنادي الأهلي لكن خمس بطولات حاليا هم بالتأكيد أقل ومحتاج إن أنا أحقق أكتر وأكتر وأكتر هي دي طموحات لعيب النادي الأهلي وهي دي سر بطولات النادي الأهلي روح الفانيلا الحمرة وفكرة إن دايما طموحك ملوش حدود يعني بص فكرة أفشا أفشا جعان كورة واللاعب اللي جعان كورة هو اللي بيحق بطولات هو اللي بيكتب تاريخ هو اللي بيحق نجاحات واضح كده إنه بصص لنماذج كبيرة قوي في النادي الأهلي وعايز يوصل لها وحيوصل لها جمهور النادي الأهلي الشريك الحصري اللي في مباراة ساندونز البعض لامه وهو بيدعم الجميع من اللاعبين اللي كانوا بيخرجوا من البطولة وخسرين في الزهب بخماسية وناداهم وقال لهم إحنا وراكوا جمهور النادي الأهلي هو اللي كان يدي احتفالاته نعرض على الشاشة كانت الشوارع المصرية باللون الأحمر كانت الشوارع المصرية بعالم النادي الأهلي كانت الشوارع المصرية كلها فرحة كانت بلدنا كلها بهجة كنا بجد فرحانين اليوم ده ما فيش حد ما كانش فرحان يعني الدربيات دي لما بتكسبها لا تنام لا تنام حرفياً لأيام بتفضل متذكرها وبتفضل عايش بيها وبتفضل تحتفل بيها اللي احتفالات خرجت في كل المحافظات في كل الشوارع جمهور النادي الأهلي جمهور في كل حتة في مصر هو ده الشريك الحصري هو ده اللي ربنا كفقه على أنه هو بعد الخروج اللاعبين في 2019 بيقول لهم احنا مستنيين منكم البطولة محمد الشناوي قالها يا أسامة وقال احنا كانت دي لحظة مؤثرة جداً بالنسبة لها في 2019 فارس لما انهزمنا خمسية كانت جمهير النادي الأهلي في مجرات العودة عندها ثقة كبيرة جداً ودعمت اللعيبة ليه دعمت اللعيبة؟ لأن الهزيمة بخمسية في بطولة أفريقيا كان حدث مش بس استثنائي كان نادر الحدوث للنادي الأهلي في البطولات الأفريقية لم يتعرض النادي الأهلي من قبل وبإذن الله لن يتعرض مستقبلاً مرة أخرى في أفريقيا للهزيمة بخمسية فالنادي الأهلي أو جمهير النادي الأهلي بتقدر دايماً فكرة الحدث الاستثنائي فكان الدعم وكان الرد بتحقيق البطولة حققنا البطولة ولكن الأهلي حقق بعدها ما زدمت البطولات ولسه اللي جاي مع النادي الأهلي أحلى وأكبر وتظل القضية تاريخية هذا هو الاحتفال الأول كل سنة إن شاء الله يكون لنا ذكرى في احتفال القضية نطلع لفاصل ومعنا حلقة فيها كلام كتير أو نشوفكم بعد الفاصل أهلاً بحراتكم مرة أخرى وبرنامجكم الأهلي خط أحمر خلاص الماضي أصبح ماضي حالياً بنتكلم في الدوري فاستعدوا إن انتوا تنتقلوا من مرحلة بطولات أفريقيا إلى مرحلة الدوري المحلي وبإنها بنتكلم في مرحلة الدوري المحلي وبرغم تصدر النادي الأهلي الحمد لله محاقين لعلامة كاملة ست مجرات بتمنتاشر نقطة أقوى خط هجوم خمسات وأربعات ونتائج كبيرة جداً بحق النادي الأهلي وده مش هيخلينا ننشغل عن فكرة حق النادي الأهلي وهو ده اللي عهدناه في البرنامج وحضراتكم عهدته معنا منذ انطلاق البرنامج وإحنا دايماً حق النادي الأهلي من الأخطاء التحكمية غير مرتبط إطلاقاً ولن يرتبط لا بالمستوى الفني للنادي الأهلي في المباراة ولا بترتيب النادي الأهلي في جدول المسابقة أنا مش عايز أخد أكتر من حقي وده فارس اللي احنا عتدنا عليه في فقرة برون احنا حطينا زي كده فكرة أسس مع الجمهور للفقرة دي وكل أسبوع أو لو كان فيه فترة ما كناش موجودين فيها عشان نقدر نوسق ده بناخد الحالات التحكمية وعملين الميزان اللي بنقيم به وشوفنا أحداث كتير جداً كان النادي الأهلي ليه مباريات وإزا مالك ليه مباريات ولكن فيه حاجات محتاجين نقف عندها لأن الوضع فيها بقى غريب نسبي بالتأكيد يا فارس وعشان كده بنقول سواء أنت فايز أو أيا كان مستواك الفني هيكون دايماً لنا وقفة مع التحكيم خاصة لما يكون فيه أخطاء تحكمية كتير ومتكررة والاتجاه بيكون شبه واحد تقريباً وإحنا هنا قلنا بنحترم كل الحكام المصريين ولكن في النهاية أي حكم هيكون فيه خطأ وخطأ مؤثر في نتيجة المباراة لازم نستعرضه لكن للأمانة هنقف عند مباراة الأهلي وغزل المحلة المباراة الدراماتيكية والنادي الأهلي والفوز بعد ديئة 94 أو بلاس 90 كعادة النادي الأهلي في مباراة كتيرة جداً على مدار تاريخه كان فيه تصريح من أحد المسؤولين في نادي غزل المحلة كان لازم نقف عنده لأن التصريح ده ما كانش من وجهة نظري يجب أنه يخرج بعد مباراة تجمع الأهلي وغزل المحلة بعلاقات النادي الأهلي مع فريق غزل المحلة نشوف التصريح ونلجع معكم لكن والله كانت المتحك لواحد حصل من مرار شديد جداً من المبارح لللي حصل طبعاً في المباراة وأكيد طبعاً كل الستوديوهات كانت بتابعة يعني أما تبقى غزل المحلة يتعامل بالطريقة دي يعني أنا أنا مش عارف إحنا قدمنا احتجاج لجنة الحكام من اليوم علشان لهم يا جماعة غزل المحلة مش نادي مروش ضح غزل المحلة نادي جماهير كبير والأندي الجماهيرية ما تتعاملش بالأسلوب ده كان اعتردتوا عليها بسوان سعال يا كابتن متحط الهجب في التعني للنادي الأهلي لو حضرتك لاحظ كان في فاول من نص الملعب اللعب بتاعنا واقع في الأرض وكرة صلعت قاوس حتى لو انت مش هتحس بفاول اللعب واقع اتطمن عليه طيب ده فتب ليه يعني اتطمن ان اللعب ده ما جررهوش حاجة كرة تلعبت في ثانية من غير ما الحكم وراح انفراد وكيف يكون الثاني الحقيقة يعني الاستاذ علي العباسي رؤية شركة غزل المحلة انا ما كنتش حابه يطلع منه التصريح ده ومش النادي الأهلي المنافس اللي يتقال له فريقي ملوش ضهر فيندرب على بطنه لا النادي الأهلي كان بيقدم دايما مع كل الفرق المصرية اللي بيسعادها انها تقدم منافسة شريفة وتحديدا مع فريق غزل المحلة الموسم الماضي الاستاذ علي النادي الأهلي مع غزل المحلة مش شغلي انت ملعبك مش جاهز استاذك مش جاهز انتهز الفرصة اخليك تلعب المباراةين في القاهرة وبتحصل ما حصلتش من النادي الأهلي يا استاذ علي ما حصلتش والنادي الأهلي قدر بعد طلب اوافق بعد طلب من حضراتكم انه يسهل عليكم الموضوع ويبدل مباراة الدور الأول بالدور التاني وراح النادي الأهلي فريق يقابل غزل المحلة في استاذ المحلة في وقت كان النادي الأهلي مضغوط لدرجة نوع كان بيلعب ست مباراة من 18 ابريل ل 10 مايو لو كان النادي الأهلي خد موقف غير راقي خلينا نقول راقي مع فريق غزل المحلة في الدور الأول ولعب المراتين في القاهرة النادي الأهلي ما كانش يحتاج انه يضغط نفسه لكن تيجي استاذ علي بعد ما نجد معك الموقف ده لمسم الماضي تقول اصلنا مليش دهر وفريق غزل المحلة لا فريق غزل المحلة فريق كبير وتاريخه كبير لكن النادي الأهلي كان علاقاته مع فريق غزل المحلة وكل الفرق الجامهرية علاقات كبيرة وعلاقات محترمة وما زالت وبفقرك لسه بالحدث الماضي فريق غزل المحلة المسم الماضي فازع النادي الأهلي هنستعرض أخطاء التحكمية فما ينفعش يتقال أبدا لفريق النادي الأهلي أو لمنافس هو النادي الأهلي اننا مليش دهر دي كان نقطة كان لازم نقف عن ده يا فارس لأن الأمانة موقف النادي الأهلي مع فريق غزل المحلة ده لسه مبارح وإحنا حرصين على الأندية الجامهرية إحنا شفنا كمان موقفنا مع نادي الاتحاد في استضافته وكمان نادي غزل المحلة زي ما أسامة حكى لكم ولينا كمان صابق تاريخية مع إحنا كنا تضامنا مع نادي غزل المحلة قبل كده في قضية تحكمية شهيرة فطول عمرنا مع نادي غزل المحلة مسندين جملة بقى ليه ظهر أو مالوش ظهر إحنا نرد بالورقة أو الألم زي ما قلنا ده عنوان دايما مفار روم طيب إحنا بنتكلم في معايير واضحة إن النادي الأهلي إنت شايفه إنه خالف الفير بلاي ببساطة يعني إنه هو ما خرجش الكرة في الهدف التاني وكان فيه ضرب لللاعب طيب تعالوا نشوف المباراة مشت إزاي في النقطة دي في دقيقة عشرين نستعرض كان أكرم توفيق بيتم التعرض لي بشكل قوي جدا دي ما تحسبش فيها حاجة تعالوا نكمل نكمل نادي المحلة بيستكمل هجمته بياخد الكرة بيبني هجمة كل ده الفريق عنده فرصة يطلع الكرة اللاعب بتاع النادي الأهلي واقع مفيش أي تفكير في إن انت تطلع الكرة ومع ذلك الهجمة مكملة بتتلعب عرضية بدل ما تتلعب لبرا عشان تطمن عن لعب لأ بلعبها لعب دويحية بيروح بفرصة كان سهل جدا إن نادي المحلة لولا تم إخراجها تعالوا بقى نرجع هنا عشان نتكلم في فكرة واضحة جدا المباراة قايمة على فكرة التكافؤ في كل حاجة أنا ما ينفعش المحلة ينزل بيلعبني 12 لعب وأنا بلعب 11 لعب وأقول إيه المشكلة لأ أنت حطيت قاعدة للمباراة تجاوزت عن فكرة الفير بلاي فيما يخص إن أنا أطلع الكرة لو لعب واقع وديت لنفسك امتيازات لده أنا بتمتع بروح رياضية مش هنا هتسمى روح رياضية هتسمى مثالية زي إيه ده لو أنا اللعب من عندك بيوع فأنا بطلع الكرة وإنت هبتعملش كده فاللي عمله النادي الأهلي كان طبيعي جدا في ضوء إن عندنا لقطة المحلة هو اللي فرض عليك الجيم بالشكل ده ده لو اعتبرنا أصلا إن كان الهدف فيه سقوط يستدعي إن المراتة تقف يعني لكن لقطة أكرم توفيق لو حرككم لاحظتم شفتم فريق غزل المحلة الكرة كانت في أقصى اليمين تلعبت في المكان اللي المفترض أكرم توفيق كان هيغطي فيه يعني تلعبت على إصابة أكرم توفيق والسولاية غطى وبدر بنون غطى كان ممكن نسجل فريق غزل المحلة هدف والكرة انتقلت مليمين لخلف أكرم توفيق اللي وقع على الأرض فبالتالي ما ينفعش أبدا نيجي نبتز النادي الأهلي بتاريخه المعروف من الاحترام والروح الرياضية ده أنا أسميه ابتزاز هتلعبني على أرض الملعب خلاص فيني الدية في الموضوع أنا نازل كنادي أهلي دائما وأبدا لعبتي أي لعب بيكون وقع على الأرض يستدعي تدخل النادي الأهلي بيطلع الكرة لكن لما تيجي أنت تعملها معي ما تبتزنيش بقى بأخلاق ما تبتزنيش وتقول لأ أصل فين الروح الرياضية وانت ما قدمتهاش فما تنتظرهاش فكان النادي الأهلي لو في كرة تستدعي ده أعتقد كان النادي الأهلي لو حتى ما طلعش كرة بره كان لا يلم أيضا في المبارادي لكن طبعا لما يتكلم رئيس شركة غزل المحلة فبالتالي عادي جدا نسمع لعبين يفسروا الهزيمة اللي كانت بعيدة كل البعد عن كل أي شيء يدور في فكرة أخطاء تحكمية لصالح النادي الأهلي أو عدم روح رياضية من لعبي النادي الأهلي نسمع لعب غزل المحلة كان لعب في النادي الأهلي مؤسل حناو ما فيش خلاف أن ننظم مباراة باللاعب سين كبير سين محترم بنحترمه بنقدره وما عندناش مشكلة أن نتغلب ما فيش أي مشاكل بس نتغلب كرة فيه كذا موقف وكذا حاجة حصلت في المباراة ممكن الكرة بتاعت الجوني التاني اللعب بتاعنا وقع ما حسبش واتحسر ترامي التماس والحكم ما وقفش وما قفش اللعب وحتى ما مرجعش لأي حاجة واللعب استأنف ولعب وراح وجابه جون وحتى اللعب تلاقلي إلعب يلعب محدش يوقف إحنا نفس الموقف حصل برضو إحنا خسرانين وعمر السلية وقع ونص ملعبهم وجرينا لقرامينا لقوت أم وقف ومصفر وموقف اللعب إحنا بنتمنى يبقى فيه بس حيادية وبقى فيه ما يبقاش فين حياد طبعا أنا ما أقدرش أتكلم في الأمور التحكمية النقطة الثانية العبت الأهلي بتتعالج في الملعب براحيتها خالص ما فيش أي مشكلة ما حدش بيعترض على حاجة إحنا أي واسد يقع من عندنا يتلاقي فيه طفان عليه يطلع بره يقوم بسرعة مش عارف إيه هتأخذ إنذار طبعا إحنا يعني إحنا ما عندناش مشكلة مع أي حد إحنا إحنا فريق محترم بنقاد دكورة بنعمل اللي علينا المكسب والخسرة دي يعني بس يبقى فيه حيادية بس في المنظومة ده حتى كمان أنا والله يمكن ما مرجعتش التعليق على المطر بس برضو الفريق بتاعنا عمل جيم كويس مفروض مفروض يبقى فيه حيادية من عناصر اللعبة حتى في التحليل حتى في الإذاعة يعني حتى مزيع المباراة يعني ما احترامي لي أما عرفش مين كان بيزيع بس كانت كورة في 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 اللعيفة الأهلي وبيجيبوا جون التاني بيمجد جامد جدا 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 في اللعيفة وإحنا نلعط الراجل بتاعنا يليم الراجل في الستة ويحطوا من بيض يجلين الجون وكأنه مش شايف حاجة ناخد حقنا بس يعني ماشي معلناش مشكلة نخسر لكن إحنا برضو لنا الجمهور برضو عايز نفرح الكون كله بيحارب فريق غزل المحلة من وجهة نظر لاعب غزل المحلة معازل حناون بيتكلم عن فكرة إن الكرة فاول ودي هنشوف أراء خبراء تحكيم فيها بيتكلم عن فكرة إن احنا لما بيحصل سقوط من لعيب النادل أهلي زي ما حصل مع السلية طلعنا الكرة وأعتقد لسه مستهردين لحضراتكم دلوقتي أكرم توفيق وهو ويع الهجمة اتنقلت من جابها اليوم نارغاز المحلة للجابها اللي سايب أو للمكان أكرم توفيق لأنه طبعا هو ده نقطة ضعفة حاليا في نادل أهلي لأن اللعب مش مغطي فعادي جدا معايز يشوف كرة السلية لكن ما يشوفش كرة أكرم توفيق الغريب في الموضوع أن بعد ما بيتكلم عن التحكيم يقول أنا مش هتكلم عن التحكيم أنا ما ليش علاقة بالتحكيم أنا أروح بقى للتحليل هتعمل إيه يا معاز لا مهنا ما سمعتش التحليل بس أنا بطالب بالحيادية يعني تخيله هو واصل لمرحلة أنه متوقع أن الستوديو التحليلي مش هيدي لنادي غزل المحل حقه فبالتالي أنا ما سمعتش فبنتقد عشان أقول أن النادي الأهلي بيتم مجملاته في الاستوديوهات التحليل والنادي الأهلي يعني الغريب والعجيب كل المتابع يعني بيشوف أن النادي الأهلي حتى وبيكسب خمسة بيكسب ستة بيكسب أربعة بيتم الانتقاد للنادي الأهلي والمدير الفني للنادي الأهلي بيتسو مسماني في صورة غريبة ولا تحدث على الإطلاق في أي دور في العالم فريق بيكون فايز وهو الفريق الذي ينتقد يعني ده كلام معازل حناوي لكن أنا كنت حابة فارس نقف عند فكرة التحكيم اللي بيكلوم فيه أولا معازل حناوي أنت قلت هو ناشئ فين كان ناشئ فين طريقة التفكير دي مش غريبة علي شوية بس تمام يعني في النهاية لو فيه أمور تشككت فيها أعيز بس قبل ما نروح للدقائق فيه جملة صغيرة تقالت بتاعة طريقة التعليق أنا أعتقد كروش لو سمع التعليق أو الترجم له اللي تقال على عبدو يحي حياخده منتخب من التعليقات اللي تقالت عليه يعني الراجل خد حقه وزيادة أما نيجي بقى لفكرة الوقت هو أتكلم بشكل واضح أن الهدف بتاع النادي الأهلي عايزين نروح لأحمد الشناوي وكابتن سامير عثمان وهم بيتكلموا في الفاول وهل اللعبة فيها حاجة ولا زي مواصفها معازل حناوي نطلع للفيديو الكل بقى بيتكلم في اللعبة بتاع اللاعب برسي تاومة لما كان مع اللاعب وفيه التحان بينه وبينه وكرة بقت خارج الملعب والسؤنفة برامي التماس فبيقولك ده فيه فاول هبص فين الفاول بص الكرة بقت فين بره ولا جوه بره خلاص إذن النهاردة النهاردة حتى لو لو اعتبرنا دي فاول الفاول مش شركة أنا بس لو اعتبرنا دي فاول وهل ده دور الفاول إلى جانب الحاكم أنا شايفة ده مش فاول يعني كمان هي ما فيهش فاول لعبة عادية جدا ما فيهش أي فاول تعالى بقى استقنفة رامي التماس يقولك ارجع للفاول ما ينفعش عالب زيئة سامير بالظبط الكرة ركت مرمى والحاكم يشير ليه ركنية استقنفة ركنية جات منها هدف نرجع نلغي الهدف مكزب نرجع عشان أنا أشاكك أنها فاول في الأول يعني ما فيهش تبا شوفها بس الأول ها ما فيهش هو اللاعب بس أنا متفرق يعني إحنا بنتكلم في رد شافي ووافي على فكرة إماكن للتحام أصلا فين الفاول حيرجع لإيه في كرة الهدف آه يحكوا الفاول طبعا لو كان فيه مخالفة قبل الهدف عشان الناس تكون معنا تقدر ترجع لو كان فيه مخالفة قبل الهدف تقدر ترجع والهدف بيتلغه وبتتحسب المخالفة اللي على الفريق صاحب الهدف لا لو كرة ما طلقتش بره لو كرة ما طلقتش يعني هنا بنتكلم في حاجتين دي حالة أصلا دي حالة صعبة أولا الكرة بره وده اللي قلته أنت هنا أصلا ما فيش إمكانية أن الفار يرجع يعني يا جماعة تعليق كان منحاز المحلة ملوش ضع هنا كمان بيتقال أن الهدف كان فيه فاول أعتقد يا جماعة محتاجين نهدى شوية لأن النادي الأهلي لو على مدار المسلمين اللي فات جمهوره تحديدا هو أكتر حد بالبلد كده بالراحة استوى من التحديد أنا هابقا عند آخر كلمة لمعازل حناوي وهو بيقدم فريق غزل المحلة وبيقول إحنا فريق محترم بالتأكيد فريق غزل المحلة فريق محترم بس أنت كان منفسك أيضا فريق التاريخ بيشهد على احترامه وهو النادي الأهلي مش هطول أكتر من كده عن المعازل حناوي ونتمنى لهم التوفيق في المرات القابلة زي ما بنتمنى لكل الفرق المصرية ولكن دايما وأولا وأخيرا بيكون النادي الأهلي بس ده معازل حناوي ولعب في غزل المحلة استشعر فكرة الظلم اللي واقع عليه رئيس شركة غزل المحلة استشعر فكرة الظلم اللي ممكن يكون واقع عليه وفيه فرق يا جماعة هنا بين استشعرك بالظلم وحقيقة الظلم في حد ذاته أنت ممكن تستشعر أنت مظلوم لكن في حقيقة الأمر أنت مش مظلوم لكن الكابتن رضا عبد العال ما كانش يعني ينفع يفوت القصة دي ودايما الكابتن رضا عبد العال بقى على مدار بقى متابعتنا ليه لفترات الدوري دايما نقول لك اصل الدوري بتاع النادي الاهلي ما الدوري كده كده النادي الاهلي هيخضوا في فكرة التشكيك من احاقات النادي الاهلي في تحقيق القابه وبطلاته برغم يعني ان الدوري السنة اللي فاتت النادي الاهلي ما خدهوش ولا حاجة لكابتن رضا فتعالوا نسمع بقى كابتن رضا وتعقيبه على مباراة الاهلي وغزل المحلة عشان عندنا تعقيب مهم جدا نشوف الفيديو محمد الحنفي اول ما جون اتعادوا الجيك كان الديئة الخمسة الى عشر ثواني يعني ده خمس ده وقت ضايا يعني مفروض ان اول ما المحلة جاب الجون والاهلي سنطر يصفر ما صفرش يبقى كامل المباراة كامل المباراة لغاية ما ديئة ستة دايق وكسور جاد الفاول اللي بره طيب قبل الفاول السلية زق الراجل وفاول عليه بناء على زقة السلية دي هو اللي خلها دخل في مكسوني عمل الفاول طيب ما ترجع زي مطشي الاسماعيلي كده السنة اللي فاتت لما الاسماعيلي اتحساب له ضرب الجزاء وبعد كده رجعوا لغاية التمنتاشر من بداية الهاجمة ان حد كان دخل مع ديانج وقال للفار بس جاي للأهلي وجاي للزمالك مع مطشي زي ده يهبط المحلة لان ممكن تهبط على البنط ده ممكن المطشي ده يخلوه من الفتر الجاي ما تشوفش ويتظلم عضو لعبته ليه لان مطشي زي ده لما بيتعضلوه او يجسابه مع نادي كبير زي الأهلي او الزمالك بعد ما يش هتفرق مع الأهلي كده كده ياخد الدور ايوس كابتن هل كان مطاقة دي هدف زي ده كده بالشكل ده في المحلة لازم يصفر حتى لو ما صفرش لا يا حبيب قال بص انا الحمد يقول لك يصفر اصلي دي انت بتتكلم كسور عارف يعني كابتن انت بتينهي اخر لحظة في الوقت الضايع في اين ده يا قدع في الدياغ اربعة وحاجة وخمسين ثانية طيب ما فاضل دياغ وخمسين ثانية ما الشانية ده فاضل ثمان ثواني مبدئا قبل ما اروح لكابتن رضا عبد العال هنعى كابتن محمد فروق يعني ما عجبنيش الرد او ما ردش الرد اللي من وجهة نظر ممكن يكون رد صحيح ما ينفعش يتقال انت بتتكلم في قشور هو بيتكلم في حاجة بعيدة عن القانون فكان الرد واضح يكون القانون فكرة ان انت تتكلم في فاول فرجعوا للفار طالما الفاول جامل نجول دي فكرة يا كابتن محمد ويا كابتن رضا يا كل اللي كنتوا حاضرين في الستوديو ما لهاش علاقة اصلا بتقنية الفار ولا بفهم اصلا معايير تقنية الفار ولا ابجديات تطبقها لان اصبحت قرى تانية ده رقم واحد فدي مش كشور ده كلام بعيد اصلا عن اي فهم لقانون اللعبة اللي هو دخل عليه تقنية الفار رقم اتنين هي فكرة التوقيت نتكلم فيها مش برضو وجهة نظر لكن قبل فكرة التوقيت الجملة اللي قالها كابتن رضا ولا هو الفار جاي للأهلي والزمالك لا يا كابتن رضا لا يا كابتن رضا ما تتقلش للنادي الأهلي احنا السنة اللي فاتت لو الفار كان جاي للنادي الأهلي فهو جاي ياخد نقاط من النادي الأهلي جاي يهدر نقاط على النادي الأهلي واستعرضنا بارق كل خبراء التحكيم فما ينفعش يتقال الفار جاي للأهلي والزمالك أنت تعايز تقول جاي للزمالك ده قصتك وشأنك ورأيك لكن لما تقول جاي للأهلي هنا كان لازم رد النقطة الثالثة اللي طبعا دايما بنبدأ نشوفها في الاستوديوهات اللي بتتكلم عن فكرة هي اللي هي بليه ما تعددش من الأول فهي استدعي فقط لغير قرة الأهلي والإسماعيلي اللي هي في الأساس أصلا مش راكل الجزاء على العالم علول بس نرجع لبداية الهجمة فنلغي راكلة الجزاء الوهمية فناخدها قعدة أصل الفار بيلغي حاجات للفرق المنافسة ضد النادي الأهلي وبنتنسى تماما تماما أن الأهلي أصلا لما تطبع عليه فكرة بداية الهجمة دي كان أول فريق مصري فكرة بطجي وفاول في ماتش الأهلي والمقصة وجاء بعدما الأهلي سجل هدف سليم 100% رجعنا بالهجمة من بدايتها فلقينا أن بطجي في نص ملعب النادي الأهلي أو على خط النص استضموا من الاتنين بيجرب بعض استضموا اللاعبين ببعض فسقطوا الاتنين فقالك دي فاول نستدعي فكرة الإسماعيلي اللي هي من شكل الجزاء ونستبعد أول فريق اتطبقت عليه فكرة ارجع للهجمة من بدايتها طبعا فكرة انحياس تأكيدي ودايما بنبص أو بنشوف بعين واحدة فاحنا هنا بنكون دايما العين التانية هو الكلام اللي بيتقال الأول كنا بنتعامل معاه أنه هو كلام بيتقال عبسا كده إنما مع الوقت لا كابتر رضا عبدالعال طول الوقت بيضغط عليك بيستحضر فعلا الزمالك في جمل معاك في وقت ما لما يكون عايز يضغط بشكل عام أو في حاجة تخص الزمالك وبيرجع بعد كده يستغل ده ويضغط على النادي الأهلي اللي تكلم فيه فيما يخص الوقت يا جماعة أنا آسف والله ده فهلوة تحليلية ده فهلوة تحليلية ده مش تحليل كرة قدم هنعرف ليه نسمع رأي كابتن أحمد الشناوي وكابتن سمير عثمان وعندنا كلام مهم جدا نسمع ليه الكلام ده ملوش أي علاقة بالصحة اللي قاله كابتر رضا عبدالعالي في ناس يا كابتن برضو اتكلموا على أن محمد الحنفي قد أربع دقايق تمام خمس دقايق خمس دقايق خمس دقايق والهدف جي في دقيقة سبعة وتسعين ونص أو ثمانية وتسعين لا جيب الزبط الفاول في الدقيقة بقى الفاول في دقيقة أربعة وتسعين واربعة وتسعين يعني الحكم ليه وحق أنه يعمل مد للوقت عشان فيه وقت ضايع هو فيما مدش داخل جوه المباراة السؤال هو عايز ينفذ هم معطلينه يعني هم تعطيلي صالح مين الفريق الخصم هو بيعطل يتفضل فضل قدامه يعني ستة وعشرين ثانية هم يرجعوا ويتتشاك هم عطلوا آه كرة الهدف جي بعد لكنه وضع صح يعني هو عشان التعطيل وكان اعترد ندي المحلة أن الهدف جي في الدقيقة 98 أو 97 في حين الحكم مدي خمس دقايق يعني فيه ثلاث دقايق أعتقد كده الأمور وضحت أنه كان فيه هدف بتاع المحلة أعتقد جي في الدقيقة كام دقيقة 94 94 بعد كده عبال ما تم استقناف اللعب بركلة الاستقناف ركلة البداية وبعد كده حصل فاول الفاول ده في دقيقة 94 و34 دقيقة 34 ثانية لو قعدنا عشر دقايق بقى هي من ضمن الخمس دقايق لازم نلعب الستة وعشرين ثانية تمام ستة وعشرين ثانية لوقت المباراة الكلام اللي تقال ده قانونا سليم تماما وبيرد على كابتن رضا عبد العال ولكن لو حايزين نروح بقى للتفاصيل أكتر الكلام ما كانش كده كمان أنت عندك في الدقيقة 90 اتحسب خمس دقايق النادي المحلة جاب جونه في الدقيقة 93 ونص خد قد دقيقة احتفال خد دقيقة كاملة اللعب رجع استقنف دقيقة 94 و29 ثانية طيب هنا يبقى أنت كان عندك من دقيقة 93 ونص دقيقة ونص فضلة على المباراة وفي دقيقة كمان كانت راحة في الاحتفال كنا المفروض نستقنف اللعب للدقيقة 96 الفاول أصلا حصل في الدقيقة 94 و58 يعني كان لسه النادي الأهلي قدامه أكتر من دقيقة كاملة لعب مستحق كل ده بنتكلم فيه ولكن كابتر رضا عبد العال وهو قاعد في الاستوديو بيخلي النادي الأهلي خد حاجة مش من حقه وهي من حقه وأعتقد الكلام المرسل ده بقى شيء غير مستصاغ وغير مقبول عن نادي الأهلي أكتر فريق في مصر بيتظلم تحكمه والله العظيم يعني أنا عايزك وتاخدوا بالكم احنا بنتكلم في حقية النادي الأهلي في وقت بدل ضايع أو وقت ضايع مش بنتكلم في رقل الجزاء ولا بنتكلم في جول انتو متخيلين يا جماعة احنا بنتكلم في ايه ما بنقبلش عن نادي الأهلي الهواء وما بننامش احنا بجد يعني لما يحصل أخطاء تحكمية فدخال احنا بنتكلم في الوقت بدل ضايع في مبورا استحقاق كامل جدا فوز النادي الأهلي فيها لأن احنا لما بدأنا فقرة فار روم كنا واثقين ان التحكيم او موقف النادي الأهلي هيكون سليم تماما من ضمن الأخطاء التحكمية لذلك ان احنا بنتكلم في وقت بدل ضايع وكمان ياريت الكلام كان صحيح او كان الهدف بعدها 95 ده كان الهدف او احتساب الفاول كان قبل ما ينتهي الخمس دقايق وقت بدل ضايع اعتقد فوز مستحق للنادي الأهلي على فريق غزل المحلة لكن احنا في هذه اللحظات قبل ما نروح لمباراة الأهلي واسموحها الساعة كان في داخلوقتي الساعة دلوقتي بالزبط عشرة وعشرة كان الشحات قلوبنا بتتجمد وبتثبت وبنحس ان الدنيا شفناها قدامنا سودت ولكن الكرة كان بتيجي في العرضة كادت ان تحسن بكل شيء ولكن ربنا كان رايت بعدها فرحة يمكن اكبر يا اسموح انا قلت هنا لعنة الله على القائم الايصر انا كان نفسي تزحزح والله يا العظيم انا كان احساسي ان هو ياخد حرك شوي اعايز اقولك للامانة للامانة انا هنا قلت البطولة دي مش بتاعتنا ليه لان الكرة دي يعني حظ مزدوج او توفيق مزدوج مبدئيا شايفين الكرة سهلة وبسيطة وكان الشحات عايز يضمنها على اقصى تقدير تقدير فبيحطاف ابعد حاجة عن المدافعين عن ابو جبل وعن محمود علاء فتيجي في القائم طيب تيجي في القائم وتخرج او ترجع لنا تاني لا فمحمود علاء يكون عامل التاكلينج وخلاص رايح الكرة تصطدم به لا محال هتدخل المرمى هتدخل المرمى الطبيعي كده هو خلاص اندفع ورايح على الكرة جات في القائم رجعت لمحمود علاء ما دخلتش جول هنا قلت طالما جات في القائم وراحت كمان استرمت في مدافع فقلب المرمى هو محمود علاء وخرجت برا واضح كده ان الامور النهاردة التوفيق مش حالفنا فعشان كده كانت الفرحة بجول محمد مجدي افشا كانت عارمة بالتأكيد بنعايش حضراتكم احداث وذكريات المباراة دقيقة بدقيقة فيما يخص النادي الاهلي نروح للمباراة التانية اللي برضو فيها اخطاء تحكمية واللي بتأكد رسالتنا هنا وهي فكرة لا يفرق معايا نفاز اربعة ولا خمسة ولا ستة ولا آن كان انا عايز حقي حتى لو انا فائز اربعة على فريق سموحة نطلع نشوف اخطاء تحكمية حصلت في مباراة الاهلي واسموحة وحرمانه من الفوز ستة على فريق سموحة والنتيجة المفترض لو ركتين الجزاء دول باحتمالية تسجيلهم تسجلوا هدفين كانت تبقى نتيجة ستة واحد ولكن الحكم والفار روم كان ليهم او تقنية الفار كان لها رأي اخر نشوف الفيديو ونرجعنا لانا شايفه هنا بتبقى للتصوير ده ان في ايد حارس مرمى مكان وضع الكاميرات يا كابتن سيف كان يخدمنا قوي في اللعبة دي هنا لمو على بره انا شايف في ايد هاني سليمان خبطة رجل العيب النادي الاهلي بس ما عنديش اليقين والصورة الواضحة اللي تخليني ااكد بس في حاجة دي لو مش راكلة جزاء لازم تبقى سيميليشن لازم تبقى سيميليشن مشيش حاجة تانية كنت اتمنى حكم الفار يوقف اللعبة ويشوف القرى دي لان قرى جدلية هقدر حرام احكم اقول دي عليها راكلة جزاء وعدم موجود راكلة جزاء مع عدم بودود روحة انما في الصورة دي فيها شك كبير راكلة جزاء محمود البنة صعب ان يشوف قرى زي دي كنت اتمنى حكم الفيديو يعني قرى حدراك ان القرى يضرب الجزاء لمدلاش انا شايف راكلة جزاء من فيه التلامس ياد لا يمكن حكم المباراة يشوف دي لا يمكن لان احنا جايبنا من الكاميرا اللي تعكدت اتمنى بتاع الفار هنجيله بقى في لعبة تانية برضو فيها برضو جدل كبير يعني شايف كان لازم محمود سوينادي محمود البنة يوريلي دي بنة لا يمكن نشوف قرى زي دي حالة برضو اختبار داخل منطقة الجزاء لمحمود البنة محمود البنة نجح في الاختبار بنسبة 100% محمود البنة قريب احسن من عين في اعار احسن من عين من اي حكم تاني فيديو هنا في احتكاك في لعبة باهمال من لعب نادي سموحة الناس يقولوا حتى لو لعب كورة ايه لعب الكورة بس انما بتلعب الكورة برضو انت لازم تحافظ على سلامة اللاعب شكل بالشكل ده بالاسلوب الداخل عليه دي ركر الجزاء تدخل غير مبرر برضو من حكم الفيديو ندى وفرجوا على الصورة انا اسس لعب كورة كنت اتمنى ان البنة يصمم على قراره عشان قرره الاولاني هو كان القرر السليم مباراة الاهلي واسموحة حتى واحنا فايزين ايضا التحكيم كان له اخطاء مؤثرة في نتيجة مش مؤثرة في نتيجة مباراة ولكن مؤثرة في عدد الاهداف كعادة النادي الاهلي تقريبا الموسم ده والحمد لله ان النادي الاهلي قادر يصل بفرقته لمستوى فني يتخطى الاخطاء التحكمية على عكس الموسم الماضي ما كناش قادرين نتخطى الاخطاء التحكمية دي فتخال وانت بتفوز اربع وانت بتفوز خمسة بتلاقي دايما ان في اخطاء تحكمية اما ترجع المنافس او انك تبعدك عن انك تسجل نتيجة كبيرة زي مباراة الاهلي واسموحة رقلتين جزاء لم يحتسبهم الحكم محمود البنة عشان تركزه معنا الموسم ده هنذكر الحكم بالاسم مش هنقول التحكم المصري لان نتمنى ان التحكم المصري يقدم صورة مغيرة عن الاخطاء اللي بنتكلم فيها دي فبالتالي هيكون الاسبوت معنا على الحكم نفسه الحكم محمود البنة وحكم الفيديو محمود دي سوقي ولكن رقلتين جزاء في مباراة الاهلي واسموحة لم يحتسبهم الحكم والغريب ان الكابتن محمود البنة المفترض ان هو من افضل الحكام المصريين ولكن اخطاء الموسم ده والموسم الماضي كانت بتقول ان فيه اهتزاز ربما في المستوى او ربما كان التقييم ممكن يكون محلفهوش التوفير والسؤال الرئيسي اللي لازم نأقد فيه مقارنة عشان برضو يا جماعة احنا هنا بنتكلم في حالات بس عشان نخرج منها الفكرة اكبر هو فعلا انت ليه بتهمدني ليه بتشديني التحت ليه الماتش الخمسة نسمع احتواء ليه الماتش زي ده ما كسبش ستة ليه بتشديني التحت كل مرة ما بتدينيش فرصة نفرق جامد جدا عن باقي المنافسين طب تعالى مهو الجزئية التانية الزمالك ضيع نقاط في مباراة الاهلي ضيع نقاط في مباراة البنك الاهلي لا زي ما حنستعرض معاكو بعد كده سراميكا بيكون فيه شكل من الاشكال اللي برضو فيها ان انا بدي دفع ليه بتهمدني طول الوقت وليه بتدي دفع طول الوقت ده السؤال المهم والكبير اللي لازم نخرج به من الحتة دي لان احنا بنحل الحالات بس عشان نوصل لفكرة اكبر محمود دسوقي اسم اعتدنا عليه يعني دايما طالما اقترن اسمه بانه هو حكم في مباراة الاهلي يبقى لازم فيه اخطاء لازم فيه حاجات الاهلي بيتم الحكام بيجوا عليه فيها طيب محمود دسوقي نستعرض فيديو اللي حرم النادي الاهلي من ركلتين جزاء ولا كأنه شايفهم وكان ليه دايما تدخلات مع النادي الاهلي شهيرة المسم اللي فات كابتن سيد عبدالحفيز اتكلم عليه واحنا اتكلمنا عليه هنا نطلع ونشوف محمود دسوقي والهيستوري الكبير بتاعه مع النادي الاهلي في الاخطاء نشوف الفترة الخط ده لمعوجي مين ولا شمال مع خط يرجع تاني يعني رجعه تاني اهو مع اللعيب فين التقدم للاعب النادي الاهلي انا اعتقد ان هو اشار انه متقدم بكتفه بكتفه فين زكال اللي هو مش محدد ده ايده لنزه والقدم ما هو الاعتقام هو اللي عمله خط التسلل عمله بشكل خاطئ هو ده السبب لكن التسلل مش موجود ادي قدم اللاعب هناك ورا انا شايف ان يعني لاعب النادي الاهلي بعيد تماما عن التسلل والله انا كان الموسم اللي فات للأسف كان عندي حسن ظام رغم كل الاخطاء اللي كان بيعملها محمود بسوقي افتكرت ان هو عنده مشكلة كبيرة في حتة زبط التسلل قلت يا ريت تكون هي دي المشكلة ومع الوقت اللي عنده مشكلة بيتعلم بس الظاهر المشكلة طلعت اكبر من كده بكتير جدا مفهمونت بس يا فرس انا برضو هنا لازم لان يعني جمهور النادي الاهلي بدأت تشوف الموضوع ده بشكل كبير جدا وهنا رسالة بنكررها تاني للعاب النادي الاهلي جزء من انك تاخد حقك في ايديك ايوة في ايديك انت كلاعب للنادي الاهلي على قدر المستطاع حاول حتى لو انت عندك يقين ان انت محاولاتك مش هتوصلك لحقك لعب زي بيرسي تاو فيه عرقلة ليه وراقل الجزاء الداني رد فعل غير طبيعي يمكن هو لعيب محترف مركز في شغله ومركز في القرى يعني جديد عليه اجواء الدور المصري خطأ وهيعدي او تقنية الفر المفترض هو متفاهم لانه واحد جاي من البريمير ليج فهد مش من غير اعتراض او من غير انك تروح لحكم الساحة تقدر خلاص حقك هيجي فتعامل على هذا الاساس ففقدنا فرصة رقل الجزاء من حق النادي الاهلي لكن لعيب الفريق اللي اعتاده على الدور المصري اللي شافه الاخطاء التحكمية للدور المصري في مباراة النادي الاهلي الكتير للمسلم الماضي لا هدوء واتزان واحترام وايديك ورا دهرك واضغط لك رقل الجزاء وتحديدا اللعب اللي عنده يقين ان دي رقل الجزاء اضغط ولو الكرة نزلت الملعب فاقرب فرصة طلع الكرة او وتوقف اللعب من حقك مش هينفع مش هينفع في كل مرة هنعدي الامر مرور الكرام مش هينفع خالص خلاص احنا وصلنا لمرحلة احنا مش بنلعب في البرامير ليج يا جماعة احنا بنلعب في الإيجيبشن ليج خلاص لازم حكم الساحة يتم وقف اللعب ووقف المبراء وما ينفعش حكم الساحة في الخطأ اللي يكون فيه شكل صالحي النادي الاهلي الاستمرار اللعب بعد عشر ثواني وشك على النادي الاهلي سبع دقايق نعوضهم مش هينفع الكلام ده المسم ده مبدايا كده اذا كان مستوك حاليا ويا رب دايما نكمل بالمستوى ده وقادر تحقق النتائج الكبيرة دي في بداية المسم لا فيه مباراة فيه مباراة هتيجي هيكون مفيش توفيق فيها هيكون فيها متجرد كتيرة جدا تكون مضغوط تكون مرهب حاجات كتيرة جدا هو ده اللي انت بتقوله بالنص اللي حصل حاجات كتيرة جدا ممكن تحصل هتلاقي ان خطأ زي عدم احتساب راكل الجزاء بكل ادب واحترام القرى الحاكم اللي هيستمر في اللعبة بعد 10 ثواني او 15 ثانية اول فرصة جيلك تطلع القرى برا وروح اجبر الحاكم على انه يشوف الفيديو مش يشوف الفيديو يوقف اللعب على حتى ما تقنية الفار تراجع اللعبة وانا اتمنى بقى من تقنية الفار وحضراتكم بتراجعوا اللعبة بلاش استعجال بلاش استعجال بحات ابوكم يعني بلاش استعجال اه يعني فكرة كلها ورام حاجة ومشغولين بحاجة فياريت بلاش استعجال وعندنا الدوري السنادي تصوير مختلف مش عاوزين ناس تشعر دايما ان طبعا عندنا امل كبير في ربطة الاندية انها تقدم صورة مغيرة وفيه بوادر لده مش عاوزين ناس تشعر ان النادي الاهلي بيلعب في ربطة الاندية واندية اخرى ما زالت بتلعب في دوري لجنة الحكام احنا الموسم اللي فات قلنا حاكم الفار بيروح مباراة النادي الاهلي وهو عنده مشوار ده كان الشعار حاكم الفار عنده مشوار كان دايما الاستعجال وفي مباراة نادي الزمالك كان بيبقى فيه مبيت الحاكم بيبقى عامل حسابه ان انا مع الزمالك لحد ما شوف الحالات على فكرة ده ما يزعلناش بس يتطبق مع كل الفرق عشان نبقى على قدم المساواة لان اعتقد الامور تحكميا اصبحت صعبة جدا هل نقدر ناخد هاشتاج للجمهور ومشاركتهم معنا قبل الفاصل ولا نطلع لفاصل لان خلاص نطلع لفاصل ونرجع نبدأ بهاشتاج الجمهور لان الجمهور نفسه نعرض الحاجات اللي بيشاركنا فيها نشوفكم بعد الفاصل واكيد هتشوفوا كلامكم معنا ورجعنا لحرارتكم من جديد وطبعا زي ما قلنا او زي ما فارس قال قبل الفاصل ان احنا لازم نشارككم او نشترك معكم في هاشتاج الاهلي خط احمر وايه اكتر جملة علاقت معاك من المباراة سواء الكابتن عصام الشوالي او الكابتن متحد شلبي فهنستعرض هاشتاج الاهلي خط احمر ومشاركات حضراتكم واندوكم لسه فرصة ان انتم تستعرضوا تويتات حضراتكم معنا في نهاية الحلقة ان شاء الله لما تشاركونا على هاشتاج الاهلي خط احمر واول صورة او اول تويتا للاستاذ محمد عمار هو ولدنا افشة هو 19 هو مجد الصياد ليس لعب الاسماعيلي هو افشة بس انت انسيت الاسماعيلي قد زمان او قال زمان ليس لعب الاسماعيلي زمان هو افشة صياد البطولات بيب اهلي دي لما طبعا استعرض عصام الشوالي فكرة عدد او سنوات الحصول على البطولات بعد كده معنا خلود الحسيني بتقول في رأيي خلاص رفعوها شلوها هزوها كسبوها ربحوها عنقوها بعد ان طوعوها بهدف بالمقاس بكورة من الكبار ومن زمن الكبار ده انت حافظة جملة نادرة الاستخدام كابتن عصام الشوالي خلد اسمه في الاعلام الرياضي ده ناصر غزال 2001 اهلي 2005 اهلي 2006 اهلي 2008 اهلي 2012 اهلي 2013 اهلي بصوت شوالي بس كان فيه 82 اهلي 87 اهلي نروح بعد كده لمحمد صابر بقول خلاص 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 درب الكاهرة يحكم باحكامه فينال الشامبينز ليج يدلي باركامه نروح للي بعد كده ده طبعا الحسيني احمد بيقول خلاص اصر عليها مع الالحاح التاسع يا اهلي التاسع يا اهلي وكتبت لهم التاسع في قميس مغطى بالالقاء نروح بعد كده مين معانا للي وكتبت لهم التاسعة بقميس مغطى بالالقاء وهي الجملة المفضلة بالنسبة لي لان فيها تاريخ الاهل ايمن منصور بيقول تماثل المعلول الاكسراطايم قريب ولكن احذروا القاو اي قذيفة جاءت يا باتشيكو من اين اتيتنا له بهذا الكاسونجو القاضية ممكن القاضية ممكن دي بعض الجمل اللي معايا من يوم المباراة مش محتاجين نقرأ احنا في الزاكرة فيه معانا حد تاني انا فيه حاجات اصلا قريتها هو كاتبها يعني فيها مختلفة حاطة التاتش طيب تقريبا كده احنا استعرضنا معانا مشاركات الجماهير احتفال احتفال والجمهور عايش اللحظة طبعا لان الامرين الجماهير على الحلوة والمرة معايا فلما تيجي وقت المرة تكون في ظهر النادي من حقها انها تفرح ومن حقهم علينا ان احنا نستعرض طريقة او التعبير عن افرحهم دي من خلال هاشتاج الاني لسه معانا تاني يا أسامة كمان على مدار الحلقة يبعدوا يعني ان شاء الله بإذن الله ندخل تاني في الفروم والحكام وموسم التحكيم الموسم اللي مش عايزينه اطلاقا يكون زي الموسم الماضي وعشان كده من دلوقتي مش بنعدي اي حاجة حابب اشكركم جدا لان طبعا التسعة وطبعا القضية وطبعا كل الكلام ده اكيد هو اكتر حاجة بنحتفل بها النهاردة ولكن ان الاهل خط احمر يبقى ترند على مستوى مصر على تويتر دلوقتي وهو في ظل الاحداث دي فدي شهادة بنعتز بينها جدا كعهدنا بكم نطلع لفاصل لا 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 انت هتعدي الامر كده يعني انت هتاخد تشكر لا لا طبعا اشكرهم اكيد لا بجد انا مكنتش متوقع ان احنا ممكن انا ببص لدينا احنا ترند انا عارف ان انتو حرسين جدا الحمد لله على امتبعة الاهل خط احمر لكن بجد حقيقي في وجود هشتاج القادية ممكن وهشتاج كتير عن احتفالات البطولة التسعة دائما وابدا بتكونوا يعني السند والدعم للبرنامج وبنشكركم جدا 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 ويا رب دايما اننا نكون عند حص نظرنا حضراتكم وبتحملونا مسئولية وان شاء الله احنا وكل فريق العمل على قدر هذه المسئولية وهنكتهد دايما لنقدم لكم الافضل الف شكر لكم سدقوني هنحاول طول الوقت نرد لكم الجميل بس احنا عارفين ان جميل جمهور النادي الاهلي على اي حد عمره ما يترد نطلع ونشوفكم بعد اهلا بكم من جديد وبنشكركم مرة اخرى على فكرة وجود الالي خط احمر او هاشتاج الالي خط احمر تريند على مصر حاليا شكرا جزيلا وهنستعرض بالتأكيد يعني تويتات حضراتكم في نهاية الحلقة لكن عندنا طبعا مباراة الزمالك والسيراميكا كليوباترا كان فيها ركل الجزاء لا يمكن اننا نعديها لان الموضوع كان صعب جدا كانت ركل الجزاء مزدوجة على ما يجاهزوا في الاعداد الفيديو الناس تقريبا فرحت ان احنا تريند فقالوا يدونا واحدة على الهواء ودايما الواحدة على الهواء دي بتيجي مع اسامة كان حكم المباراة محمد معروف وحكم الفار كابتن محمد الحنفي وخلاص جاهزين يبقى نشوف الفيديو هل فيه ركل الجزاء هل فيه ركل الجزاء طبعا معروف قريب لكن ما يشوفهاش لكن الفار انا عايز اقول ليه ما ندلوش نشوف انا ما يحسبش بص اللاعب النهاردة مسك نساب نمشي بص بقى تابعي شد تاني وبعد نجابه ازاي التاني جي بص الايد والدفع بتاع المسلوس بص ايده بيزق ازاي بايده خلاص اذا فيه دفع اسقطه خلاص هنا بعتقد ان الخطأ موجود وكان لابد من احتساب ركل الجزاء ثانية واحدة السلفار كان لازم هو ليندينه انا صدقوني مش هطالب ان ركلة الجزاء يتم احتساب على طريق حامد حتى لو رافع التيشيرت زي ما انتم شايفينه كده لما لطريق حامد من علاقة وطيدة جدا في الاخطاء التحكمية ولكن المسلوسي يعني القفز بتاع المسلوسي على لاعب فريق سيراميكا ده ما يستدعيش فكرة ركل الجزاء تخيلوا يا جماعة ده حكم الفيديو الكابتن محمد الحنفي وحكم الساحة الكابتن محمد معروف وتخيلوا ان فريق غزل المحلة بيقول احنا ملناش دهر عشان ظنن منهم ان الكرة كانت قاوت او فاول ويستدعي ايقاف المباراة وكلام اثبتناه كله ان هو كلام بعيد جدا على الاخطاء المؤسرة فتخيل الكابتن محمد الحنفي اللي هو حكم برات الايل وغزل المحلة وهو قاعد على تقنية الفار وهو شايف ركلة الجزاء المزدوجة دي في ديئة 92 اعتقد ما فيش اي تفسير لعدم احتساب ركلة الجزاء دي الا ان الكابتن محمد الحنفي متعاقد مع اتحاد القرى على مشاهدة التسعين دي افقت لغير ما بعد التسعين انا مش اقاعد واكيد محمد معروف اسمه بيقترن دائما بلحظات السعادة لدى جمهور الزمالك حكم انا بقول اسمه بيقترن بلحظات السعادة مع جمهور نادي الزمالك حكم مفضل حكم محبب ولكن مع النادي الاهلي تعالوا نشوف محمد معروف وتاريخه مع النادي الاهلي على سبيل المثال مباراة كانت مهمة في حسم الدوري نطلع ونشوف مباراة الاهلي والمحل الفاول اللي اتحسب على النادي الاهلي لا يوجد شبهة فاول فيه هذه اللعبة اتنين رفعين رجلون بلعب الكرة مع بعض الفاول مش موجود امن الحاجات انه هو ما بيتقدمش اللعب الكرة هو مجرد ما لاقي نفسه على كتف محمداني ولعب الكرة زاق ولعب في كتف محمداني يعني غبط كتف محمداني القدم هنا قدم اللعب المحل هو بالشكل ده هو خلاص حط قدمه امام قدم لعب المحمداني اللي حييجي فيه يعني حط رجله برجله فاخد لعب محمداني خلاص محمداني لازم يسقط بالشكل ده فطبعا هي دي ركل الجزاء واضحة الشيء الغريب ان الفار ما جابانا دهوش اذا دي فرصة محقاقة لإحراز هدف اي مخالف تمنع فرصة محقاقة لإحراز هدف خارج منطقة الجزاء كارت احمر الشيء اللي انا استغربت له برضو تاني عايز اقوله الحاكم الفار لعبة زي دي تستحق الطرد ولا بيد انظار كان لازم يستدعيه يقول له تعالى اللعبة دي طرد وعشان خاطر ده محمد معروف حكم مش خايف على السيفي بتاعه مش فارق معاه اسمه وانا بقولها كان في مباراة ممكن تساهم في مسيرة الدوري كانت دي اخطاءه ركلتين جزاء للقالم ما بيحتسبوش هدف المحلة منفاول طرد على محمد فتحالة المدافع المحلة ما بيتحسبش محمد معروف ضربات جزاء لعبدالله جمعة وستالي ومصطفى فتحي كلها من وحي الخيال محمد معروف صاحب لقطة شهيرة المسم اللي فات في مباراة حسم الدوري اللي الزمالك هو بينط فصرها زي ما فصرها ولكن دايما ده اللي مرتبط في خيال الجمهور عن محمد معروف الحكم اللي لو في أي دوري في العالم اعتقد مستحيل كنا نشوفه داخل الملعب في أي مباراة يعني ما هو بيتمتع بسوق الإدارة وسوق الخبرات وسوق المستوى وعلى الجانب الآخر او بيتمتع بان احنا لازم نقف معاه وقفة لان كل اللي بيعمله فيه مغالاة وفيه مبلغة شديدة جدا واعتقد انا بالنسبة لي الموضوع مش بلعه ومش قابله ان حكم يبقى عنده كل الرصيد ده عنده كورة الداخلية اسامة اللي كانت بتتجاوز المرمى بكتير جدا غير رقلات جزاء ولكن حاليا فيه تماثل معلول فيه تماثل معلول في المباراة العادية الاكسترا تايم قريب ولكن احذروا احذروا الكون احنا في طريقنا للحظة تاريخية انها تقترب والقاضية ممكن القاضية شاطر كورة جول محمد مجد أفشا كان في هذه اللحظات من سنة بالزبط بيفرح تسعين في المية او تمانين في المية من شعب مصر بهدف نهائي دور ابطال افريقيا مبروك لجمهير النادي الالي الذكرى السنوية الاولى ومحمد مقدارسا امامكم شهد الكورة بقال القاضية بقال قاضية بقال قاضية بقال سجل ولد معلول سجل وي يعلي وي وي يعلي وي وي يعلي وي علي وي معلول وي والكوريا سلكر اسف هل هو معلول املا ايو قديف �جهات ايو قديف الصاف ي70 التسعب توقيت الأهل للتاريخ أكيد أكيد لحظات سعيدة وأكيد أكيد بنشكر مرة أخرى فريق العمل وقناة نادي الأهلي إنها قادرة تحيي ذكرى جميلة لجماهير النادي الأهلي ومحببة لجماهير النادي الأهلي هدف تاريخي هدف بالفعل بيتحط من ضمن أفضل أو أهم الأهداف في تاريخ النادي الأهلي في توقيت صعب جدا بيحسن بطولة غيبة أعتقد يا فارس يعني إحنا مستشعرين دلوقتي والله والكرة داخلة حتى ويش شغل الجرافيك ده يعني متخيلين وكرة بترد من محمود علاء بتروح لمحمد مجد أفشا بيقطع قبل بنشارقي بيحط وش رجله في لحظة إبداعية كان يستحقها محمد مجد أفشا عشان تبقى فرحة يستحقها جميلة الأهلي أنا قلبي رفرف مرتين وإنت بتقول محمود علاء وإنت بتقول أفشا أفشا العظيم أفشا الجميل أفشا اللي ياخد جايزة نوبل في الإبداع والجمال وفي القضية اللي كانت بتغير حاجات كتير جدا وبتغير كلام كتير جدا وبتغير مصير كلام كان ممكن يتقال زي ما بقول ده أول نهاية أو أول مباراة في أفريقيا بين الأهل والزمالك فيها فار تخيل كان حيتقال إيه البعض بيحتفل بكلمة القضية وبيحاول يغيرها على حاجات تخصه هو ما بالك يا سيدي ما بالك لو القضية دي كان هو اللي سجلها ما بالك لو التعليق ده كانت قال على بن شرق اللي كان واقف بيشاهد اللحظة الشهيرة ليبداع أفشة اللي يرسموا ده فنشي ويرسموا كل المبدعين كانوا حيقولوا إيه كانوا حيقولوا إيه في جمال هدف أفشة أفشة العظيم احنا ممتنين لأفشة وللأمانة لا يمكن أن احنا ننسى حمد فتحي وكل لعاب لأمانة ولكن حمد فتحي يا أسامة ياسر إبراهيم أيمان أشرف كافة المحمد الشناوي محمد هاني كلهم قدموا مباراة كبيرة وهالي ينسى حد معلول ده طبعا اللقطة وأنا للأمانة بكون سعيد جدا في الأكشنات بن شرقي بن شرقي اللي جاء في وقت من الأوقات في 2017 أيوة الوداد قدر أنه هو يحقق بطولة أفريكي على حساب النادي الأهلي وسجل هدف فأتى بن شرقي ليكون دائما شاهد على لحظات الإبداعية في تاريخ النادي الأهلي وشاهد على تتوجات النادي الأهلي وعايز أقول بما أننا كنا نتكلم عن توتاتي يا فارس زميلنا المراسل فاروق صلاح بيستحلفني يعني أن أنا أزعله أو أستعرضه دي الكلمات اللي علاقت معاه فاروق صلاح وش السعادة طبعا وكل مراسلي النادي الأهلي كل فريق العمل هنا بيقول هذه الدربيات لما أخسرها لا أخرج من بيتي أسبوع متطفق معايا اسأل الجمهور سيجبونك عن مرارة الدربي في الخسارة وعن متعة الفوز بالدربي عند الانتصار ترجع الكرة من سيخفي وجهه من سيكون وجهه مكشوف أنا البطل يا أفريقيا أنا النادي الأهلي كلمات خالدة لعصام الشوالي ومن حصن حظه ومن وجهة نظري مفيش معلق أكثر حظا حاليا على الساحة من عصام الشوالي لأنه كان شاهد على تحقيق النادي الأهلي للبطولة التسعة وللأمانة كان موفق وهو بالفعل مبدع وعشان كده كلماته دايما ستظلف أزهان كل الجماهير حد كاتب على الهاشتاج أنا كان نفسي القناة تزيع المباراة بس كنت تعرف أنه مستحيل يحصل بسبب الحقوق بس أنا حسيت أن هي تزاعي نتمنى أن تكون فعلا وصلنا المشاعر دي لجماهير النادي الأهلي وبالتأكيد نسمع الأغنية دي مع بعض موسيقى موسيقى كل الكروه كان بيحتفل وراء الكاميرات ده أنا عايز أقول وراء الكاميرات كله كان طبعا برجعهم دل واعنا النهارة كان كل الناس بتحتفل والأمانة يعني ده يعني شيء بسيط نقدمه لجماهير النادي الأهلي اللي احنا ممتنين بالفعل ليها ودايما عظمة النادي الأهلي في جماهيره ودايما النادي الأهلي لا بينسى وعده ولا بينسى جماهيره زي ما قال الكابتن همول خطيب أنا سمته الشريك الحصري للنجاح جمهور النادي الأهلي هو الشريك الحصري للنجاح بنتعلم منكم والله العظيم احنا منكم وبنتعلم منكم وطول الوقت انتوا ده عملينا مبروك للنادي الأهلي مش بطولة خدنا بعدها كتير مبروك للنادي الأهلي ان احنا بنينا على ده ان النجاح مش استثنائي كتير جدا اللي بينجح نجاح استثنائي وما تشوفوش بعدها عمر النادي الأهلي مختفى عمر النادي الأهلي مكان فرق بطولة وينسى لا بطولة وراء بطولة وراء بطولة التسعة وراها العشرة وراء يا رب يا أسامة يا رب نفرح السنادي بالحداث عشر بإذن الله النادي الأهلي يحقق اللي ما تحققش في أفريقيا قبل كده وانحقق البطولة التالتة على التوالي انتوا بس مصابين علينا يا جماعة احنا كنا بنقول التسعة يا أهلي العشرة يا أهلي هي كلمة وهاشتاج مش عارفين الحاديعة عشر يا أهلي ولا الحداشر يا أهلي ولا نكتبها ولا نعملها أرقام يعني مصعبينها علينا ودايما صعبوها ملكمش دعوة وبإذن الله بإذن الله نحتفل بالبطولة الحداشر وعايز أأكد تاني البطولة العشرة كانت بالتأكيد مهمة بل مهمة جدا لأن البعض بعد المباراة دي أو بعد البطولة دي كان بيحاول التشكيك في الإنجاز كان بيحاول التشكيك بالفوز برغم أنت كنت أفضل هجوم في البطولة أفضل دفاع في البطولة نتائجك كانت كبيرة في البطولة كنت كاسب قبل نهائي ذهاب وعودة شيء عظيم جدا أه كان خمسة واحد مش خمسة واحد لا خمسة واحد خمسة واحد لقال ما كانش ما كانش كان خمسة واحد وفايز في الدور قبل النهائي على الودات ذهابا إيابا زي ما فزت في البطولة العشرة على الترجي ذهابا إيابا فأنت أكد أن الموضوع لم يكن صدفة الموضوع لم يكن ضربة حظ حتى لو كان فيه توفيق في لقطة إبداعية فالتوفيق صاحب أهله صاحب اللي اجتهد على مدار السنة اللي اجتهد عشان يرجع البطولة الغالية يا فارس احنا دايما متفقين في الحتة دي فاكر لما كنا بنتكلم في 2005 و2006 بين لحظة التشكك ولحظة التحقق 2020 كانت هي لحظة التحقق لأن انت بتؤكد أن اللي حصل مش استثناء والدفع اللي خدها الجيل ده تخلينا نشوف ان شاء الله منتظرين السنة دي بطولة جديدة عشان يبقى الأول مرة في تاريخ النادي الأهلي وتاريخ أفراقية وتاريخ أفراقية طبعا ما فيش حد بيعمل حاجة في أفراقية قبل النادي الأهلي احنا يعني زي ما مصر كده بيتقال عليها وجدت ثم وجدت تاريخ وده شيء نفخر به في كرة القدم النادي الأهلي وجد ثم وجدت تاريخ الرياضي في الكرة المصرية وفي الكرة الأفريقية نادي الأهلي هو البداية بتاعة الحكاية والنهاية بتاعة الحكاية حابب تقول حاجة اختمية؟ أنا حابب لا يعني اختمية خلاص هتختم؟ أنا أعتقد إحنا والله أنا عايز أقول حاجة اللي أنا عايز أقولها إن بالفعل والله أول لما وصلنا لعشر ستة واربعين قلنا مش هنكمل الاسكريب كمزون على رغبة الجمهور والله لأن الاحتفال بالفعل كان يستحق لأن خلاص قلنا اللي قلناه كلمنا عن التحكيم وضحنا أسماء الحكام فكان طبيعي جدا إن لازم يكون خير اختام هو الاحتفال البسيط اللي احنا عملناه لحضراتكم اللي دايما بنشكركم إن احنا متواجدين دايما هاشتاج وبنشكر الأمانة فريق العمل والناس اللي خلف الكاميرات اللي كانوا بيحتفلوا وقت زاعت لقطة الهدف طبعا مجهود كبير جدا احنا ربنا بس بيدينا الحظ إن احنا اللي نكون ممثلين لفريق العمل الكبير ده والقناة النادي الأهلي أمام الشاشة فبنشكركم جدا احنا بنشكركم وكنا سعداء ومشاعركوا وصلالنا وأهم حاجة إن يبقى النادي الأهلي في الأمام إنجاز ورا إنجاز ورا إنجاز ونجاح ورا نجاح ورا نجاح الشكر لكل المسؤولين في النادي الأهلي بكل قطعاته بكل مكان في النادي الأهلي بيحمل فيه أي فرض مسؤولية ودايما جمهور النادي الأهلي بخير عشان يكون النادي الأهلي بخير حاختم معاكم بجملة قالها الأمريكي فرانك سيناترا قال إذا أردت السقر فعليك أن تنجح وبشدة والنادي الأهلي نجح وبالقضية وبشدة نشوفكم الحلقة الجاية ونشوفكم على خير ودايما في حب ودايما في سعادة ودايما في نجاحات شكرا